مرحبا بكم مشاهدنا الكرام اهلا وسهلا بكم في هذا البت المباشر فهذا الدردشة الليلية دي من حلقة جدا من برمجيكم الليلي دردشة الليلية مع الاحباب اللي دائما عودناكم عليها كل الى اخواني الكرام واللي كان نقشف فيها اه تل من المواضع والموضوع الرائني والموضوع ديال الساعة وحديث الساعة بالمغرب اليوم وهد الايام كلها هو لقاح كورونا اللي استلموا المغرب اه يعني ظهر اه بطبيعة لحال اه اليوم الجمعة اللي اتسلم المغرب اول شحنة من اللقاح كورونا وكيفاش اه كتشفوا هاد الاستلام ديل هاد شحنة ديل اللقاح كورونا واش انتم سعداء بهاد اه اللقاح الليوصل واخيرا من المغرب وايضا اخواني الكرام وهل انتم مستعدون من اجل اجراء لقاح او تلقيح ضد فيروس كورونا وكيفاش كتشوفوا يعني المغرب ما بعد لقاح كورونا واش غادي ترجع لحياة طبيعية لها واش غادي نودعو هاد الفيروس واش اه ان المغربة غادي عيشوا حياتهم بشكل طبيعي بدون متاعب بعد ما غادي تلقحوا ان شاء الله هاد شي اللي بغينا اخواني الكرام فا اه للتذكير فقط يعني المغرب تسلم اليوم اول شحنة من اللقاح المضاد لفيروس كورونا وذلك يعني بعد اسابيع من الجدل لرفق يعني التأخر ديل الاستلام الشحنة ديل اه التلقيح واضهر اليوم الجمعة حطت بمطار محمد الخمس بمدينة الضربدة طائرة شاحن للخطوط الملكية المغربية قادمة من مومباي الهندية وعلمت نها شحنة مكونة من مليونين جرعة من لقاح استرازينيكا اكسفورد استرازينيكا اكسفورد لكيتم الانتاج ديله في معهد سيروم الهندي وهو اكبر معهد بطبيعة الحال لانتاج لقاحات في الهند والعالم وهذه هي التفاصيل اخواني الكرام وكيتعد المغرب بطبيعة الحال من بين دول اللي استلمت اولى الشحنات من الهند بعد ما اجازت الحكومة الهندية بطبيعة الحال لتصدير ديل هذا اللقاح الى الخارج الى مجموعة من الدول يعني كالبرازيل السعودية الاردون وايضا جنوب افريقيا وغيرها من الدول لتسلمات يعني هذا الشحنات ديل اللقاح كورونا وبطبيعة الحال فا اه وفق ما اعلنت عنه وزارة الصحة يعني في السادس من يناير الجاري اه منح ترخيص مؤقت الاستعمال الاستعجال اللقاح الذي طورته يعني هاد الشركة اللي اه تحمل اسم استرازينيكا يعني هي شركة بريطانيا بتعاون مع جامعة اوكسفورد بطبيعة الحال اخواني الكرام يعني وقع المغرب عقود اه مع الشركة البريطانية والمختبر دي الادوية الصيني اه سينا سينا فارم يعني من اجل الاقتناد ديل خمس وستين مليون جرعة من اللقاحات يعني بهدف الصعيم حوالي خمس يعني خمس وعشرين مليون مغربي من مجموع عدد يعني الساكنة دي المغرب بطبيعة الحال اللي كانت تراوحة ربعين مليون اه صراحة هادية مجموعة من المعطيات اللي خاصة المغربة يعرفوها وبطبيعة الحال يعني هالت اخر اللي كان يعني احصل من الوصول دي اللقاح او الاستلام دي الشحنة الاولى من اللقاح يعني كانت اه مجموعة من المخاوف يعني بتزايد الوضعية الوبائية في المغربة وتفقمها بعد التجيل خاصة بعد تتجيل اولى الاصابات بالسللة المتحورة الفيروس كورونا اللي ظهرت اه عند مواطن قادم من الضيار الايرلندي يعني كانت من الله تعالى اننا نرجع للحياة الطبيعية دينا وان شاء الله كل المغاربة فهم بشورين وفرحين وايضا يعني يعني يعبروا على السعادة ديالهم بوصول يعني هاد اللقاح ديالكورونا بغينا الاراء ديالكم بغينا تقولنا التفاعل ديالكم وبغينا التعليق ديالكم مع هاد الشحنة الاولى اللي وصلت غادي نحاول نقرأ التعليق ديالكم بطبيعة لحال اه واش انتوما مستعدين يعني التلقيح واش انتوما فرحانين بهذا اللقاح اللي وصلوا بهذا الشحنة اخواني الكرام فالايام يعني الجميلة تقول الحمد لله يحفظ ملكنا وحنا فرحانين الله يكمل بخير وعايش الملك امين يا رب واختي الكريمة نور ديالمستورك يقول نحن مستعدين اه تحية لك لا يا اخي اختي الكريمة فاتي هاد الشحنة جاية من الهند وبالضبط من احدى الشركات يعني لبريطانيا اللي معروفة في تصنيع ديال اللقاح اه حسين وكاسيكي قل فوقاشي يبدو يا اخي الاسبوع القادم ان شاء الله كنا لائحة اللي غد يبدو ان شاء الله كانت منهم الله تعالى وبركته نور ديالمستوري اه تحية لك اه مستوري ان شاء الله يا اخي مستوري شكرا لك منصور اه تحية لك اه ايضا اه مصطفى رفولي اخي هذا الرأي ديالك وكن احترمون رأي ديالك بطبيعة الحال كنت منها فجميع المغاربة يعني مستعدين انهم يديروا اللقاح مستعدين انهم ينخرطوا في هاد الحملة الوطنية من اجل تلقيح من اجل ايضا انا نوضع احد لهذا الوباء لاننا عشنا عام ديال الوباء عشنا عام ديال الازمة عشنا واحد عام اللامة اللا وكنت منهم الله يا حد لباس فغادي نرجع يعني بطبيعة الحال يعني لبعض المعلومات اللي اه فا اه بعد الاستلام ديال شحنا الاولى من اللقاح كان واحد تخوف واحدة يعني التوجس من طرف مجموعة من المواطنين المغاربة بعدها تسجيل اولى الاصابات بالسلالة المتحاورة ديالفيروس ديالكورونا وكانوا مجموعة من الناس خايفين باش انه لا يتكرر يعني نفس سيناريو رجع المغريب الحاجر الصحي الا انه اه يعني اه معاد المرابط يعني المنسق ديالمركز عملية الطوارب بوزارة الصحة اكد بان المعطاية يعني المتوفرة بطبيعة الحال حاليا تشير بان السلالة الجديدة اللي ظهرت يعني في بريطانيا لا تؤثر رباتاتا اه على فعالية لقاح استرازينيكا اكسفورد يعني هاد اه السلالة الجديدة فهي ما عنده تشي تؤثر يعني حسب ما اكده يعني اه منسق مركز عملية الطوارب بوزارة الصحة على هاد فعالية هاد اللقاح اللي تم اه بطبيعة الحال اه الاستراد ديالها من الهند بطبيعة الحال وانا اتمنى من الله تعالى باش ان كل المغاربة ان شاء الله اه انخارطوا بواحد الجدية وبواحد المسؤولية لانا هادي اه مصلحة الجميع ومصلحة الوطن فوق كل اعتبار ولا اه جدل في ذلك ولا يتجدل في ذلك اتنان اخواني الكرام يعني الكل خاص يدير يدفد لان التضحية ديالكم اخواني والتعاون ديالكم طبيعة الحال غادي نرجعوا لحياة طبيعية ديالنا وان شاء الله غادي ننسى الماضي ونمضي نحو المستقبل بتفاؤل وبتبات ان شاء الله اه خاص الكل ان شاء الله انه انخارط لانا بالانخراج ديالكم وبتفعوا ديالكم ان شاء الله غادي يكون بطبيعة الحال سامير سوسي اكيد يا اخي اللقاح مجاني لكل المواطنين وكنت من الله تعالى اه باش اننا ينصر ملكنا وان شاء الله يحفظ بلدنا من كل شهر يا رب يوسف زير يا اخي الكريم اه اللقاح بطبيعة الحال فهو اه كل الدول ديالعالم تسعى من اجل حصول على هذا اللقاح لانه هو السبيل الوحيد مادم ان هناك ليس هناك اي علاج اه لكورونا سوى ان تلقيه فتلقيه ضروري وعملية اساسية من اجل تجاوز المحنى ومن اجل ان نحافظ على اه اسامنا من هذا الفتاك الذي لا يعرف لا صغير ولا كبير فكم من اه مواطن وكم من اه انسان يعني اما سوء كان اه مغربي او غير مغربي طبعا تلح اللي يودع الحياة بسبب هاد الفيروس اه دوحة مهديكة تقول انا بعدها اه تحيتي لك اختي الكريمة اه سمير تحيتي لك ايضا اه نور الدين اه مستوركي يقول يجيب على الكل الخيرس في حملة تلقيه من اجل مستقبل جميل ان شاء الله يا اخي الكريم. اه انا مرواني كيقول اقترب الله مليك انس مشي حويزون على بلادي المغرب كان اه ويموت على الغالي ملكنا الله ينصر امين يا رب شكرا لك مصطفى السوفي اه تحيتي لك حفيد البلشيك يقول اه يا ربي السلامة والصحة اه لملكنا احبيبنا ملك محمد السادس ان شاء الله يا رب اكيد يا اخي الكريم امين رفيق اه اه شكرا لك اخي الكريم فبطبيعة الحال كما اكت لكم فالسلالة الجديدة لا تأثير لها على فعالة لقاح اصر زينيكا اكسفورد طبيعة الحال يعني حيث يعني اهد المسؤول اه اللي هو المنسق اه دير مركز عملية التواريب وزارة الصحة كدان المصاب الوحيد في المغرب السلالة الجديدة يوجد في وضع جيد جدا يعني ومبرزا بان كل مخلطين الذين يخضعون المراقبة لم تظهر عليهم اي تعراض تشير لامكانية الاصابة بطبيعة الحال اخواني الكرام فا اه ايضا يعني الكل كان كينتظر انها تنطلق حملة التلقيح قبل بداية السنة الجديدة لكن يعني المشاكل المرتبطة بتسلم شحنات لقاح حالة دون ذلك وبطبيعة الحال فاللقاح يعني اللي الوصول المغرب اه يعني كين واحدة فوت كبير بين العرض والطلب وايضا المضاربة اللي اطرت بشكل كبير في الوصول ديال اللقاح للمغرب وتهفوت البلدان الغنية على اقتناء الشحنات التي تم منتجها اضافة لمسألة الترخيص التي تحتاج الى بعض الوقت يعني لتأكد من سلامته فعالية اللقاحات واللي كانت يعني المغرب اه انها اه قامت يعني بشراء يعني هاد الشحنة اللي قادمة من الهند وبالطبط يعني لقاحة اللي ان شاء الله كانت منه انه يكون لقاح دوفا عالية وان شاء الله يرجع على بلدنا الخير والبركة ان شاء الله ونتجوزوه هاد المحنة باقل خسائر صراحة انتم اخواني الكرام اشنون رأي ديلكم حول هاد تسلم ديال هاد الشحنة وبطبيعة الحال اه كيفاش كتشوفو الحياة ما بعدها يعني عملية تلقيه واش كتشوفو بان المغرب ان شاء الله ممكن انه يرجع الحياة الطبيعية دياله ويتجوز هاد المحنة ويرجع الاقتصاد الوطني كما كان فا اه التوصيط ايضا دير وزارة الصحة بشأن اعتماد يعني اللقاح المناسب يعني هو اللي خلق هاد شحنة اخر وبالتالي كان الرأي يعني حول هاد الشحنة اللي قادمة من الضيار الهندية واللي كتكون من مليونين جرعة يعني اه بطبيعة الحال هناك جرعة اخرى سا اه يتسلمها المغرب في قادم من المواعيد ان شاء الله وفي خضم اه الاسبوع القادم اه حتى يتم تأمين ديال تلقيح كل المغاربة بدون استثنافة يعني كل وسائل اللوجستيكية باتت جاهزة من اجل اطلاق عملية التلقيح التي ستشمل في مرحلة اولى بطبيعة الحال وفق المعايير التي تم وضعها وفق اللوائح الموضوع ستشمل موظفي الصحة والسلطات المحلية والسلطات العمومية وقوة الامن يعني والاطور التعليمية والاطور اه بطبيعة الحال كما اشارته الاطور الصحية والتمريدية وايضا رجال المطافي ورجال الوقاية المدنية والقوة المساعدة والقوة المسلحة الملكية يعني كل هاد الاشخاص العاملين بالجبهة الامامية وبطبيعة الحال اه حتى الاستداء اه وايضا كل من يساهم اه في اه محاربات فيروس كورونا لان هؤلاء الاشخاص هم الاولى وهؤلاء الاشخاص هم الذين يعرضون حياتهم الخطر فيعني اللقاح اللي كان يعني منتظر من اه شركة دياله سينوفارم يعني السينية اه صراحة كانت الكل يعني اه ينتظر هاد اللقاح الا انه بعدها الدراسة والترخيص يعني تم اه صراحة انه لم يتم استخدام هاد اللقاح اه لانه هناك يعني اعراض خفيفة ايضا علموه التطوعين وهو ما يثبت اه يعني عدم يعني الفعالية ديال اللقاح وتم بطبيعة الحال اه التوصل يعني الى هاد اه اللقاح اللي هو اه ديال هاد الشركة اللي اذكرت سابقا والقادمة من الهند بطبيعة الحال اخواني الكرم يعني اه الكل اه صراحة ينتظر لقاح استر زينيكا اكسفورد اه والكل اه سينخرج ان شاء الله باذن الله تعالى وبركته اه تحية لكل المتابعين اه كانت من ان شاء الله ان الكل ان شاء الله استفد من هاد اللقاح وتعود بلدنا بالامن والسلام والهناء ان شاء الله ولما لا تعود الحياة الى طبيعتها وبهاد اللقاح ان شاء الله تنتهي اه هاد المرحلة وتبقى فقط سحب عابرة لما لا ان شاء الله اننا نرجع الحياة الطبيعية دينا وهاد شي اللي اه بغينا باذن الله تعالى وبركته فآآ نور الدين والسول يقول انا ساكون اول من يجري التلقيح بكل فراح هادي يعني هادو هما المواطنين الحقيقين المواطنين اللي كيعبروا الوطنية دي لهم ومثل هؤلاء من يحتاج المغرب يعني الكل انخارط الكل انه يدير يدفيد من اجل تجاوز لما احنا ومن اجل اننا نجاوزوا هاد الازمة باقل الخسائر ان شاء الله وآآ كفانا يعني عبتا وكفانا استهترا يعني بهاد آآ المعطيات اللي دائما آآ كنقدموه دائما كنحاولو آآ ان شاء الله باش اننا آآ نوضح لكم كل صغيرة وكبيرة آآ ان شاء الله فتح يا الجميع ونتمنى ان ربي يحفظ بلادنا ان شاء الله من هاد الوباء وترجع للحياة للطبيعة دي لها وان شاء الله كل المغاربة يكونوا بصحة جيدة ومزيد من العطاء ان شاء الله ومزيد من التنمية لبلادنا وإلى الملتقى اخواني الكرام وشكرا على التفاعل ديركم وشكرا على التعليقات ديركم الجميلة وآآ كان اعتدر يعني ايضا الناس اللي ما قررت التعليقات ديرهم نظرا الكاملة اللي التعليقات اللي كي تورد علينا فاتحية لكم وامسيتكم سعيدة الى الملتقى